المترجم للقناة للمحافل الدولية تجسيدا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك المعظم الذي لطالما أكد حفظه الله ورعاه على محورية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها نهج السلام العادل والشامل وهو نهج لا بديل له لمعالجة كافة القضايا العالقة لضمان الأمن والاستغرار والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة دون استثناء انطلاقا من المبادئ وتوابط البحرينية الروسخة في السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين وأملا برسالتها العربية والإسلامية الأصيلة درهنت مواقف مملكة البحرين الثابتة تجاه القضية الفلسطينية أهمية هذه القضية العادلة وضرورة مناصرتها بكل الوسائل تجسيدا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك المعظم الذي لطالما أكد حفظه الله ورعاه على محورية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها وبالعمل على استكمال مسيرة السلام للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية وهو حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية خطابات جلالة الملك المعظم وكلمته السامية في مختلف المحافل المحلية والدولية لم يخلو أي منها من التأكيد على دعم المملكة الراسخ لحقوق الأشقاء الفلسطينيين في مواقف خالدة لم تتغير وتؤكد على حل القضية الفلسطينية بتسوية عادلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وخلق فرص اقتصادية وعيدة ومستدامة للشعب الفلسطيني بما يضمن حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مبادئ رسخة تنبثق من جملة مبادئ أصيلة جبل عليها البحرينيون في منصرة أشقائهم ودعمهم في مختلف القضايا العادلة في مواقف خلدها التاريخ وأكدت عليها المملكة في مختلف المحافل والمناسبات